اسرائيل لا تواصل عدوانها على غزة وتطالب محكمة العدل الدولية برفض طلب وقف انتهاكتها في القطاع الولايات المتحدة وبريطانيا تشناني هجمات ضد قوات الحوث في اليمن وتحذرات دولية من التساع السراع في المنطقة عشية الانتخابات الرئاسية الجيش اللصينية تعهدوا بالصحق اي مساع تايوانية للاستقلال الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نصرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم ما بين دعوات وقف اطلاق النار والمطالبة بانقاذ الانسانية اسرائيل تواصل عضوانها على قطاع غزة بينما تمثل امام محكمة العدل الدولية باتهامات ترفض الاعتراف بها بالابادة الجماعية ومن لهاي الى البحر الاحمر تحذرات دولية من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة بعد استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا قوات الحوثي في اليمن اشتركوا في القناة دعت اسرائيل محكمة العدل الدولية الى رفض مطالب جنوب افريقيا بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب افريقيا وتتهم فيها اسرائيل بارتكاب اعمال ايبادة جماعية في غزة حيث اكد تال بيكر المستشار القانوني الوزارة الخارجية الاسرائيلية ان العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة هي عمل من اعمال الدفاع عن نفس ضد حماس والمنظمة الارهابية الاخرى على حد تعبيره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجب طيب اردوغان ان تركيا ستقدم وثائق لقضية رفعتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل امام محكمة العدل الدولية التابعة لامم المتحدة بتهمة ارتكاب ابادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين وفي حديثه للصحفيين في اسطنبول قال اردوغان ان تركيا ستواصل تقديم الوثائق ومعظمها الصور حول الهجمات الاسرائيلية على غزة مرجحا ادانة اسرائيل تحقيقا لعدالة محكمة العدل الدولية كانت جنوب افريقيا قد تقدمت بشك وان اتقع في 84 صفحة امام المحكمة تتهم فيها اسرائيل باتكاب اعمال ابادة جماعية في غزة وفي جلسة الاستماع الاولى اكد فريق الادعاء ان افعال اسرائيل خلل العضوان هدفها الابادة الجماعية مشيرا الى التهجير القصري والحصار الشامل على القطاع واستشهاد مئات من العائلات باكملها تابقة تاريخية اسرائيل امام محكمة العدل الدولية ففي خضم احتدام الادوان على غزة تقدمت جنوب افريقيا بشكوى تقع في 84 صفحة امام المحكمة تتهم فيها اسرائيل بارتكاب اعمال ابادة جماعية في غزة مرافعة تاريخية قادتها جنوب افريقيا صاحبة الادعاء خلال جلسة الاستماع حيث حثت القضاة على اصدار امر عاجل لاسرائيل بتعليق فوري للعدوان الوحشية على قطاع غزة بعد ان استعرضت انتهاكاتها ضد الشعب الاعزل بالادلة والبراهين مستدلة الى نصوص القوانين الدولية ومراهنة على ضمير الانسانية في السادس من اكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزة على الاقل قامت اسرائيل بالسيطرة من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتية والدخول والخروج من غزة ممنوع بشكل كبير حيث ان اسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطرة بشكل كبير وذلك على ارض غزة اسرائيل لا تزال معتبرة من قبل المجتمع الدولي تحت الاستعمار من قبل اسرائيل ونقوم بادانة استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينية الاخرى لا يوجد اي هجوم بغض النظر حتى واذا كان الهجوم الذي ادى الى فضائع لا يعد مبررا او دفاعا لان نصل الى خرق هذه الاتفاقية الفريق القانوني لجنوب افريقيا ابى ان يحصر الممارسات الاسرائيلية في فعلتها الاخيرة فقط بل اصر على استعراض الوجه القبيح للاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1948 محملا المجتمع الدولي مسؤولية فشله في منع الابادة الجماعية في غزة ولانها لم تكن عشوائية فقد اكد فريق الادعاء ان افعال اسرائيل خلال العدوان كانت بقصد وعن عمد بغية تحقيق هدفها في الابادة الجماعية مشيرا الى التهجير القسري والحصار الشاملي على القطاع واستشهاد مئات من العائلات بالكامل ولان الصورة ابلغ دليل استعرض الفريق مقاطع فيديو لجنود الاحتلال يرقصون ويتوعدون سكان قطاع غزة بالضمار وبعيدا عن مطالب الادانة والاخضاع للعقوبات يبقى الطلب الرئيسي والاستعجالي الذي تقدمت به جنوب افريقيا ضمن مرافعتها ووقف المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة ان القتل الجماعي التي ترتكبه اسرائيل غير امن على مدني غزة فالان 23 و360 شهيدا فلسطينيا وقعوا جراء القصف والهجمات الاسرائيلية على غزة في 97 يوما و70% من هذا الرقم نساء واطفال وهناك 7000 فلسطيني ما زالوا مفقودين تحت الركام ويفترض انهم قد ماتوا الى ذلك تبقى امال العالم معلقة بكلمة قد تنقذ الانسانية وتعيد الحقوق لشعب تعرض لكل فنون الانتهاكات منذ 75 عاما اشتركوا في القناة 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 ولمزيدا من المتابعة والتحليل لا ينضم إلينا هاتفيا دكتور رامي عشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القهرة دكتور رامي بعد التحية من واقع متابعتك لجلستين الاستماع بمحكمة العدل الدولية كيف ترى مجريات الجلستين وفي رأيك إلى أي مدى قد تسفر عن وقف نزيف الدم في غزة؟ في البداية برحب بحضور كل السادة المشاهدين يمكن ما حدث في محكمة العدل الدولية هو بيعكس تآكل في الصورة الزهنية اللي اسرائيل بدرت تعملها على مدى عقود لدى الشعوب العربية والشعوب الأفريقية أيضاً بل بالعكس يعني الجرائم الإسرائيلية اللي بتعملها خسرتهم نجاحات كتير عملوها على مدار السنوات السابقة في تحسين الصورة الزهنية اللي اتخذت عنهم بعد حرب أكتوبر وبالتالي المسألة هنا على الجانب الإسرائيلي الجانب خسر الجانب الإسرائيلي خسر كتير جداً لكن فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية هي طبعاً بتعكس تآذر أفريقي عربي ضد إسرائيل وفي نفس الوقت نوع من المؤسسات الدولية بجانب طبعاً الأمم المتحدة اللي يعني اتراسط فيها انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي والمعايير الدولية لكن يعني عشان أكون واضح أكثر من حضرتك محكمة العدل الدولية يعني فيما يتعلق بوقف إطلاق النار مش من اختصاصها لأن حتى الحكم لو طلع حكم بيطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار هنا الحكم مش ملزم بالنسبة لإسرائيل لأن احنا أمام طرف هو بيعتاد على انتهاكات القانون الدولي ومخلفتهم سواء قانون الدولي العام أو قانون الدولي الإنساني وبالتالي المسألة هنا يعني بتتعلق بمدى توفير أو مدى وجود راعدة حقيقي للحكومة الصهيونية اللي بتمارس جرائمها والردع هنا بيأكمن مش باستخدام القوة إنما التهديد للمصالح وأصد هنا أو ما يعنيه هنا الولايات المتحدة الأمريكية لأن على الأرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم اللي تقدر تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار وبالتالي الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية هي لها مطالبات بل بالعكس أمين من العام الأمم المتحدة لما استاد عن مدى تسعة وتسعين ليطالب مجلس الأمن بالتدخل وأن هو يقوم بشغله حصل بيته أمريكي طيب دكتور يعني من وقع خبراتك القانونية ماذا نجاح جنوب أفريقيا في استعراض ممارسات قوات الاحتلال من خلال تقديم الأوراق المهمة في ذلك؟ يعني هو طبعا هو ده المسألة أن جنوب أفريقيا هو طبعا نجحة بالنهاية تعمل نوع من الصدى ونوع من الإثبات التاريخي للانتهكات والمخالفات الإسرائيلية وبالتالي جنوب أفريقيا دولة لها دور أقليمي قوي جدا في منطقة الجنوب الأفريقي ومن ثم التأذر الأفريقي هنا هيعطى المصالح إسرائيل في أفريقيا بشكل كبير جدا لكن مدى نجاح كل ده إيه يعني بمعنى أدك يا فندم إن لو لكحت المساعي الجنوب الأفريقية في إصدار قانون من محكمة العدل الدولية أو القرار مدى قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ أو إلزام إسرائيل بالقرار ده هو ده اللي أصده لأن هنا إلزام إسرائيل بالقرار ده أساسا إسرائيل ما بتلتزمش وبالتالي الإلتزام هنا يعني نعمل الضغط طب مين اللي هيقدر يمارس ضغط على إسرائيل؟ هي لو لايك المتحدة الأمريكية نعود إلى تفاصيل القضية وفي رأيك نية ارتكاب الإبادة الجمعية بتعد العنصر الأكثر صعوبة في تحديده وطبعا وفقا لتعريف الأمم المتحدة له هل بنتوقع من خلال ذلك نجاح جنوب إفريقيا في إثبات توافر هذه النية وخاصة في ظل إصرار إسرائيل الدائم على إنكار هذه التهم؟ يعني ده ويرت طبعا أنه ممكن يثبت أن اللي حدث أو إسرائيل بتعمله هي جرائم إبادة جماعية لكن حتى يعني ماذا بعد الإثبات؟ يعني هم حاولوا أو عملوا ده مع فلاديمير بوتين ويتهموا بموارث الجرائم الإبادة الجماعية في أوكرانيا بل بالعكس ده هم يعني المحكمة الجنائية الدولية طلعت قرار أو عملت مذكرة بشأن اعتقال الرئيس بوتين لكن مين نفذ؟ هي المسألة هنا أن التنفيذ نفسه مين اللي يستطيع أنه هو يتحمل مسؤولية التنفيذ أو يحقق الهدف من التنفيذ عشان كده أنا أتمنى أن ما نرجوه هو بعد قرار المحكمة لأن المسألة هنا أنا عندي فيه أسانيد قانونية كتير بتجرم إسرائيل بل بالعكس وعايز أقول لنا حقيقة أسانيد دلوقتي تحاكم بين يمين نتانياهو كمجرم حرب وكممارس جرائم الإبادة الجماعية لكن مين اللي هينفذ الحكم له؟ عشان كده هي المسألة اللي للأسف في علم العلاقات الدولية أو القانون الدولي يعني في انتظار التفعيل أشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي عشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لإحاطة مقترحة ومفتوحة بشأن الحالة في شق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين طلبت الجزائر أن يناقش الاجتماع مجلس الأمن خطر التهجير القصري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة هذا ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مورتن جريفث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إلزي برانز الإحاطات لأعضاء المجلس ترجمة نانسي قنقر 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 وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ستين ألفا قالت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث عشر مجزرة ضد المدنيين خلال أربع وعشرين ساعة راح ضحيتها واحد ومائة وواحد وخمسون شهيدا ومائتان وثمان واربعون شهيدا مشيرا إلى أن الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وأن التواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إليهم خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور الشمس شرق مدينة طول كرم الواقع شمال غرب الضفة الغربية جاء ذلك عقب اقتحام الاحتلال للمدينة ما أسفر عن تجريف البنية التحتية في المخيم وإلحاق أضرار بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وانقطعها بشكل كامل أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقا منها وشركائها تمكنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة وأوضحت المنظمة أنه تم تقديم 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لعلاج ألف مريض من ضحايا صدمات ولفتت المنظمة إلى أن النظام الصحي في غزة على حفة الانهيار حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف من أن اجتذاد الحرب وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفلة وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف إلى تعرض 90% من الأطفال دون السن الثانية إلى الفقر الغذائي الحاد بايون يملأها الدموع وقف الأطفال النازحون في غزة ينعون آباءهم بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل على رؤوس ساكنها الطفل أحمد البالغ من العمر 13 عاما أصبح العائلة الوحيدة لأسرته بعد فقدان والده وأعمامه عاد أبوي استشهد فيها وأخوي عاد تصاوف في رجله كان أبوي بعنيلي كثير في حياتي هو كان سند وعزوتي كان هو يليجي على المدرس يسأل عني يعطيه مصروف كان لما قابل ما أنام يغنيلي وخليلي ويحضنني قابل ما أنام وكان يطششني كل ما يكون مبسوط يطششني إحنا الأخواتي وفي عمرها الصغير الطفلة رغض البالغة من العمر 14 عاما فرض عليها القدر أن تصبح العائلة الوحيد لأخواتها الصغار وتتولى مسئولية الأسرة بابا راح كان دائما يساعد أمي في مثلا يساعدها يريحها شوي في الطبيق يساعدنا في الإدراسة الحين هو راح الله يرحمه وبصير أنا الحين بعمري هذا أحمل مسئولية أكبر وقدر الإمكان أن أغطع أخواتي الأخوة الأصغر مني أنه ما حسسهم مش بغيابه وأنا عارفة أنه الأب فيش حدا بيأخذ مكانه يتجول الأطفال بين الخيام بحثا عن الطعام لأسرهم ومن بينهما الطفلة ليلى البالغة من العمر سبع سنوات وأخوها خالد البالغ من العمر أربع سنوات اللذان فقد والدهما جراء قصف الاحتلال لمنزلهما وأصبح نازحين في احتياج للعلاج والطعام والشراب هذا الدار علينا اليهود وأبوي استشهد عمي استشهد عمي عوض وعمي استشهد وعمي إبراهيم وصحيب وعمي يعني كلنا تصاوبنا وما حدش تصاوب وأنا هيني متصاوبة برجلي ومن بين النازحين أيضا الطفل أحمد البالغ من العمر 12 عاما الذي فقد والده وأقاربه وأصيب أخوه بات نازحا مع من تبقى من أسرته دون ماء أو غذاء أو مال قصفت دار علينا فقصفت الزروق في النص فقصفت الشبكتين لفوق دار عمي ودار العبيها فابن عمي والشهيد طار من الصور طار من الطبق الرابع على الأرض وأخويا نزرج لمكتوع متصاوب وأبويا نزرج مساجد على الأرض على القبلة دغري وكن مستشهد أما الطفلة آلاء البالغة من العمر 11 عاما تسترجع بعينين باكيتين مع أخيها في منزل همل منهدم جراء القصف ذكرياتها مع والدها أولي شي كنا قاعدين متخرف أجل أخوه حكا لنا أنه أبي استشهد كنا صرنا نصيرح ونبكي وإزعمنا يعني الصحية تاني إشي إحنا نمنع أجلت حياة جديدة بدون أبي يعني وفي وقت يهدد فيه الجوع والعطش آلاف الأطفال النازحين في غزة يتحمل الأطفال مسؤولية إطعام وإعالة أسرهم في مأساة إنسانية مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي أعربت الأمم المتحدة عن أسفها إزاء العقبة التي تضعها السلطات الإسرائيلية أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أنه خلال الفترة ما بين الأول والعاشر من يناير الجاري لم يكن ممكن إيصال سوى ثلاث شحنات فقط من أصل 21 شحنة من المساعدات الإنسانية وأعرب دوغاريك عن أسفه لكون قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتجات الكبيرة في القسم الشمالي لغزة يعوقها الرفض المتكرر لدخول المساعدات استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء خمس طائرات تحمل على متنها نحو 38 و15 طن من المساعدات و88 طبيبا لغزة وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ حمولة الطائرات ونقلها على متن شاحنات لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء الجرحة والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وحملت جوازات السفر الأجنبية فضلا عن دخول الوفود الأممية والتضامنية إلى القطاع هذا وتم تنسيق الاستقبال 25 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات قطاع غزة للعلاجي في المستشفيات المصرية حيث يجرى نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مصرية مجهزة كما يجرى استقبال 17 من حملة الجوازات الأجنبية من جنسيات أمريكية وكندية وبلجيكية حيث سيتم نقلهم من ميناء رفح البري إلى مطار القهرة لمغادرة البلاد بالتنسيق مع سفارات دولهم بالقهرة وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بتيسير باخرة محملة بالمساعدات الغزائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة بعد التنسيق مع السلطات المصرية جاء ذلك خلال استقباله رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبداللطيف شابو في قصر قرطاج وأثناء الرئيس التونسي على الدور التاريخي الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي وقصت نأم مساعدة الجرح الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلية أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية بشرق الأوسط لاكسوس جرينيكويتش إن القوات الجوية شنت ضربات 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لقوات الحوثي وأضاف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط أنه تم استخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على قوات الحوثي من جهتها هددت قوات الحوثي بالرد على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقعها باليمن مؤكدة أنها لن تمر دون عقاب وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أن الضربات أسفرت عن مقتل خمسة من قواته وإصابة ستة آخرين وأضاف أنهم سيوصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب أكدت حكومات عشر دول في بانا مشترك أن الضربات التي استهدفت مواقع لقوات الحوثي جاءت بناء على الحق الأصيل للدفاع الفردي والجماعي عن النفس ما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وعلفت البيان إلى أن قوات الحوثي شنت ما يزيد عن 24 هجوما ضد السفن التجارية منذ منتصف شهر نوفمبر وتمثل هذه اللاجمات تحديا دوليا هذا وأكد البيان أن الدول ما زالت تسعى إلى التخفيف من التوترات واستعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر في خطوة جديدة تنقل الصراعات في المنطقة لمرحلة أوسع نطاقا وأكثر خطورة نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول أخرى ضربات ضد عدد من الأهداف التابعة لقوات الحوثي في ست محافظات يمنية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أوضح أن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن استهدافت أجهزة رادار وابنا تحتية لمسيرات وصواريخ في مسعى لإضعاف قدرة قوات الحوثي على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وفي تعليق منه على تلك الضربات أكد رئيس الأمريكي جو بايدن أن هذه الضربات تأتي كرد مباشر على هجمات قوات الحوثي على السفن الدولية في البحر الأحمر مضيفا أنه لن يتردد في إعطاء التوجهات اللازمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنفيذ سلاح الجو الملكي البريطاني ضربات استهدافت منشآت عسكرية تستخدمها قوات الحوثي في اليمن مشيرا إلى أن البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات حارس الازدهار وعلى الرغم من تأكيد المؤشرات الأولية حول ضربة قوية تلقتها القدرات العسكرية لقوات الحوثي على تهديد التجارة البحرية إلا أن مؤشرات امتداد الصراع إلى فاق أخرى أكثر خطورة ما زالت قائمة في ظل تمسك قوات الحوثي باستمرار هجماتها ضد أي سفن تتجه للمواني الإسرائيلية بل وتوعودها بالمزيد إن لزم الأمر من جانبه أكد حلف شمال الأطلسين نيتو أن الضربات الأمريكية البريطانية التي استهدفت قوات الحوثي في اليمن تهدف لحماية الملاحة في البحر الأحمر وقال النتق باسم حلف النيتو ديلن وايت إن هذه الدربات كانت دفاعية وتهدف للمحافظة على حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم مشيرا إلى أن هجمات قوات الحوثي يجب أن تتوقف ترجمة نانسي قنقر 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 أفاد مصدر حكومي إيطالي لوكالة رويترز للأنباء بأن بلاده رفضت المشاركة في الضربات الأمريكية البريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن مضحا أن روما تفضل انتهاك سياسة التهدئة في البحر الأحمر وأوضح المصدر الإيطالي أن حكومة بلاده كانت ستحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان للمشاركة في أي عمل عسكري ما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة كان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو قد أكد في وقت سابق أنه يجب وقف هجمات قوات الحوثي بدون إشعال حرب جديدة في المنطقة هذا وعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا بشأن الشرق الأوسط في وقت لاحق لمناقشة الوضع في اليمن شهدت العاصمة الأمريكية واشطن تظاهرات أمام البيت الأبيض نظمها عدد من المحتجين على الضربات التي شنها الجيش الأمريكي على عدة مواقع في اليمن وذكرت وسائل علام أمريكية أن المحتجين طالبوا بوقف القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن فيما أظهرت فيديوهات متدولة للمحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية تعهد الجيش الصيني بالسحق أي مساع تايوانية للاستقلال على حد تعبيره يتي ذلك فيما دعى وزير الخارجية التايواني الصين إلى التوقف عن التدخل في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل عنوان جديد لأزمة سياسية بين الصين وتايوان عقب الإعلان عن اسم المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان ليتشينج تي الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيسة تايوان وينتمي للحزب التقدمي الديمقراطي ويؤيد فكرة انفصال جزيرة تايوان عن الصين وجعلها دولة مستقلة ومن المتوقع عند فوز تي بالسباق الرئاسي استمرار الترويج للأنشطة الانفصالية المرتبطة باستقلال تايوان وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وقد تعهدت باستعادتها ولو بالقوة إن لزم الأمر وفي حال وصول مرشح مؤيد لانفصال بلاده عن بكين زيادة التوتر بين الجانبين وما يزيد من منسوب التوتر دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة حيث تقدم واشنطن مساعدات عسكرية كبيرة لتايوان وترفض تعيير الوضع الراهن فيها بالقوة ويدل الناخبون في تايوان بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد فهل بفوز تي تنفصل تايوان عن الصين أم ستظل جزءا منها قهرا؟ تساؤلات عديدة تثير المخاوف والشكوك ولا أحد حتى الآن يمكنه معرفة مصير جزيرة تايوان حتى انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة كيانات روسية وفرد واحد وذلك لتورطهم في نقل واختبار الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية لاستخدامها في حرب روسيا ضد أوكرانيا وقال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلانكن أن نقل كوريا الشمالية الصواريخ الباليستية إلى روسيا يدعم الحرب الروسية ويزيد من معاناة الشعب الأوكراني ويقوض النظام العالمي لمنع الانتشار النوي كما أكد بلانكن أن واشنطن ستواصل مراقبة أي دعم تقدمه روسيا لكوريا الشمالية مقابل هذه الأسلحة وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحديد وكشف الأفراد والكيانات المشاركة في عمليات نقل الأسلحة بين بيونج يونج وموسكو مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات أطلقت اليابان صاروخا يحمل قمرا صناعيا حكوميا لجمع المعلومات الاستخباراتية وذكرت تهيئة الإداعة اليابانية أن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في محافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب اليابان مشيرة إلى أنه تم وضع القمر الصناعي البصري بنجاح في مداره المحدد في مهمة لمراقبة التحركات في المواقع العسكرية في كوريا الشمالية وتحسين الاستجابات للكوارث الطبيعية أطلقت اليابان صاروخا يحمل قمرا صناعيا حكوميا لجمع المعلومات الاستخبارية الصاروخ اتش 24 الذي أطلقته شركة متسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان حاملا القمر الصناعي البصري في إطار جهود الاستطاع التي تبدلها توكيو لبناء قدراتها العسكرية بسرعة ويمكن للقمر الصناعي التقاط الصور حتى في ظروف الجوية القاسية ويعمل الجيش في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بدرجة أكبر من داخل الجزر اليابانية مع اطلاعه بدور أكبر في التصدي للأنشطة العسكرية الصينية المتنامية في المنطقة ويأتي إطلاق القمر الصناعي الياباني في وقت تشهد فيه شبه الجزيرة الكورية توطرا متصاعدا بعد إطلاق كوريا الشمالية عددا من الصواريخ الباليستية في حين نفذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات دفاعية مشتركة في المنطقة بدأت اليابان برنامج الأقمار الصناعية لجمع المعلومات الاستخباراتية بعد أن حلق صاروخ كوري شمالي فوق اليابان في عام 1988 وتهدف توكيو إلى إنشاء شبكة من عشرة أقمار صناعية لرصد وتوفير إنذار مبكر لعمليات إطلاق الصواريخ المحتملة أكدت الخارجية الأمريكية أن مسؤولين بارزين سيزورون الأكوادار في الأسبوع المقبلة لاستكشاف السبل التي تمكنهم من خلالها للعمل معا بشكل أكثر فعالية لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل على زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون لمكافحة الأنشطة الإلكترونية الخبيثة والمساعدة في تنفيذ إصلاحات السجون كما ستستخدم الأدوات الأخرى المتاحة لمحاسبة الأفراد والمنظمات المتورطة في النشاط الإجرامي وتقويد سيادة القانون هذا ومن المقرر أن يسافر مسؤول انفاذ القانون الأمريكيون أيضا لمساعدة الإكوادار في التحقيقات الجنائية نظامة مدرية الصحة بدميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية البدراوي مركز كفر البطيخة القافلة تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة خصوصية كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص بالإضافة إلى تحويل حالة حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وكذا إجراء تحليل معملية وأشعاء عادية وسنار كما تم تنفيذ عدد من الندوات التفقيفية إضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية دامات القافلة بتتقدم للمريد مجانا كلها من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريد بالرقم القومي الخاص به مرورا بالكشف بالعيادات قبل ما بننزل القرية بنراجع مركز المعلومات الخاص بينا والبيان الإحصائي آخر البيان الإحصائي تم في القافلة عشان نعرف إيه التخصصات اللي هنقدر نوفرها إيه العيادات المتنقلة اللي هنجيبها من وزارة الصحة وهتدعم شغل القافلة إيه الفريق الطبي اللي هيكون موجود معنا طبعا معنا فريق على أعلى مستوى من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين والصيادلة والإداريين والفنيين كلهم هدفهم خدمة المريد دي رابع قافلة طبية في مدار عام واحد من فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بيوالي ملف الصحة في الريف المصري اهتمام كبير والحمد لله معتش أي حالة مستعصية أو أي حالة طبية محتاجة كشف القرية ولا القرى المجاورة القافلة موجودة معنا النهاردة مؤلفة من 98 طبيب في كافة التخصصات لخدمة قرية البدراء والقرى المجاورة احنا كشفني والقافلة مزبوطة وذكاترة مزبوطين وكشفت أحصاب وكشفت عيون ومنتزين كشفت والحمد لله والفصيلة اللي جاء ناس محترمة وناس كوالسين ذكاترة حلوين وشيفين راحتنا وقابلونا استقال حلو قدمت حملة 100 يوم صحة 60 مليون و147 ألفا و119 خدمة طبية مجانية منذ انطلاقها يوم 25 يونيون ماضي وحتى 11 يناير الجاري في جميع محافظة الجمهورية وتضمنت حملة 100 يوم صحة خدمة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة لنحو 951.682 طفلا فيما قدمت الحملة 5 مليون و179.393 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 8 مليون و743 ألف مواطن حصلت مصر بمشاركة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المركز الثالث في أول مشاركة لمصر في المسابقة الدولية لإدارة سلاسل الإمداد بالولايات المتحدة الأمريكية فازل فريق المصري إيليت المكون من أربع طلاب من طلاب كلية النقل الدولي واللوجستيات فرع أسوان بالمركز الثالث عالميا إلى جانب منحة دراسية كاملة لدراسة البرامج المتخصصة في سلاسل الإمداد من الولايات المتحدة الأمريكية نجح فريق إيليت في مواجهة وتجاوز التحديات خلال المسابقة حيث كان من ضمن هذه التحديات التنافس مع خبراء في سوق العمل الدولي يتواصل موسم عصر قصب السقر بعد انتهاء حصاده ونقله المصانع في نجح حمدي وكمنبو وتواصل دولة جهدها لزراعة محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية وصلا تقوم بها الدولة لزراعة محاصيل جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل الأمراض والآفات ولا سيما قصب السكر الذي توصلت عملية عصره بعد انتهاء حصاده ونقله للمصانع في نجح حمدي وكمنبو وإطلاق إشارة بدء العصر ففيكمنبو يستقبل المصنع يوميا حوالي 15 ألف طن من قصب السكر من المزارعين والموردين بإنتاجية تصل إلى 1300 طن سكر وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع حوالي مليون ونصف مليون طن سكر وهو يمثل إنتاج زراعة 52 ألف فدان من قصب السكر موسم العصير بدأ إن شاء الله بـ 1-1-2024 متوقع السنة دي إن شاء الله بإذن الله نعصر حوالي مليون ونصف طن قصب بمعدل 15 ألف طن يومي يعني في حدود أكثر من 100 يوم بقليل 102 يوم تقريبا وفي هذا الإطار أعرب المزارعون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لرفعه سعر طن القصب تسليم المصنع إلى 1500 جنيه بزيادة قدرها 400 جنيه عن العام الماضي ويحصل المزارعون على الشيك الخاص بالتوريد فور الانتهاء من الميزان مراحل التصنيع تبدأ باستقبال القصب من المزارعين حيث يتم تفريغه بوسطة أوناش ثم رفعه إلى طبال آلية ثم يتم تكسيره إلى قطع صغيرة مع تجهيزه للعصر وكلما كان التجهيز أفضل زادت جودة الاستخلاص ثم يدخل مرحلة العصر إحنا مصنع كوبومبو ده مصنعنا وأنا مزارع عن أبوي أو جدي مزارعين في مصنع كوبومبو وبنورد ما يقل عن 500 ألف طن سنويا وفي مشاركة بيننا وبين إدارة مصانع السكر نزرع قصب من أيام جدي اللي يرحمه منورد لشركة السكر على طول ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوده العظيم في دعم الصناعة ومزيد من التقدم والرقية إن شاء الله الحمد لله يعني في زراعة القصب أبن عن جد الحمد لله تمام السعر مناسب معادل الحمد لله مجازم مع الفلاح وفي زيادة انتاجية وخبالك يعني للفدانك وإيسا من ستين لمن ستين اتنين وستين طن تلاتة وستين طن مورد قصب كل سنة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته اللي هو قائم بيها وإن شاء الله كده ربنا يعدل حال البلد مصنع كومومبو ذو التاريخ العريقة هو صرح صناعي من أكبر المصانع التاريخية على مستوى الشرق الأوسط فقد تم إنشاؤه في عام 1912 ويعصر ما يقرب من مليوني طن من القصب المورد من حوالي 18 ألف مزارع لينتج 25% من الانتاج المحلي للسكر بإجمالي 200 ألف طن تنطلق في كوديفوار غدنا السبت بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في نسختها الرابع والثلاثين حيث يجمع اللقاء لفتتحي منتخبي كوديفوار وغينيا بيساو بإدارة تحكمية مصرية يقودها أمين عمر ويشارك منتخب مصر في البطولة على رأس المجموعة الثانية والتي تضم أيضا منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزنبيقة يستعدف المنتخب الوطني التتويق باللقب للمرة الثامنة في تاريخه المنتخب الوطني يدخل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوديفوار سعي بقوة إلى تحقيق اللقب الثامن وتحطيم رقمه القياسي الذي يملكه كأكثر المنتخبات حصدا للقب القاري برصيد سبع بطولات منتخب الفراعنة حصد النسخة الأولى للبطولة في عام 1957 وحافظ على اللقب في عام 1959 لكنه غاب عن التتويق القاري حتى عام 1986 ليفوس باللقب القاري الثالث خلال البطولة التي استضافتها القاهرة وقد شهدت الفترة من عام 1988 إلى عام 1996 انتكاسة كبرى لمنتخب مصر بخروجه من دور المجموعات ودور السمانية ليتألق في عام 1998 ويعود إلى منصات التتويق وتنال مصر كأسها الرابع رفقة المدير الفني القدير محمود القهري وبدأ عصر المعلم حسن شحاتة حيث توج الفراعنة بالبطولة لسلاس نسخ متتالية أعوام 2006، 2008، 2010 لترفع ألقابها إلى سبعة ثم بغرابة غاب منتخب مصر عن التأهل للنهائيات في سلاس نسخ متتالية من عام 2012 و2015 وفي نسخة 2017 كاد منتخب مصر أن يتوجب اللقب القرية السامن بوصوله إلى النهائي لكنه خاسر أمام أسود الكاميرون وفي نسخة عام 2019 بالقاهرة لم يقدم الفراعنة المستوى المأمول وخاسروا أمام جنوب أفريقيا وعلى أرضهم في دور الستة عشر وخرجوا مبكرا في صدمة جماهيرية كبيرة وفي النسخة الأخيرة من عام 2021 عاد الفراعنة للتألق من جديد وبلغ المنتخب الوطني النهائي لكنه لم يتمكن من حصد البطولة وخاسر المباراة النهائية أمام السنغال بركالات الترجيح فهل ستكون نسخة 2023 فألا خير على الفراعنة لحصد اللقب القرية السامن خاصة بعد الدعم الكبير من الدولة وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمران المنتخب تحفيزا للعبين للتتويج بالبطولة يفتتح منتخباء قطر ولبنان في السادسة مساء النسخة الثمائة عشر لبطولة كأس أمم أسيا لكرة القدم على استاد دائل السيل بالعاصمة القطرية الدوحة تستمر فعليات كأس أسيا التي يتنافس فيها 24 منتخبا موزعين على ست مجموعات حتى العاشر من فبراير المقبر وتجرى مباريتها في تسعة ملاعب وكان المنتخب القطري قد توجى باللقب النسخة الماضية لكأس أسيا عام 2019 في دولة الإمارات وبأخبار الرياضة نكون قد وصلنا لنهاية نشرة الثالثة لم يتبقى سوى التذكرة بأبرز العنوين إسرائيل تواصل عدوانها على غزة وتطلب محكمة العدل الدولية برفض طلب وقت انتهاكتها بالقطاع الولايات المتحدة وبريطانيا تشنان هجمات ضد قوات الحوثي في اليمن وتحذيرات دولية من اتساع الصراع في المنطقة عاشية الانتخابات الرئاسية الجيش الصيني يتعهد بالسحق أي مساعة تيوانية للاستقلال شاهدين وصلنا لختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة شكرا لكم دمتم في أمان الله